موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في أولى حلقات برنامج المشهد من العام 2019 وفيها نناقش موضوع التعليم في موريتانيا فتحت شعار التعليم قضية مجتمع أطلقت النقابة الوطنية للمعلمين مؤتمرها الخامسة في نواكشوت وهو المؤتمر الذي تتواصل أعماله ونقاشاته وينتظر أن تنتخب في ختامه هيئات جديدة للنقابة ويخرج بتوصيات حول وضعية التعليم والمعلمين حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام نستضيف في هذه الحلقة من برنامج المشهد هذا الأستاذ محمد يحضيه للسالم رئيس المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للمعلمين أهلا وسهلا مرحبا إذن اخترتم شعارا لهذا المؤتمر التعليم قضية مجتمع أين وصلت النقاشات داخله ولماذا هذا الشعار بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على رسول الله هذا الشعار أختيره للفترة واختارته النقابة الوطنية للمعلمين الواعي منها على أن التعليم ما هو لا قضية النقابة ولا هو لا قضية الدولة أن هذا قضية تعني لجميع تعني المستفيد والنظام وتعني الهيئات الأخرى سواء كانت سياسية والله مجتمع مدني وهي مخرجات وهي اللي ترفع من شأن هذا الوطن وكلها يالتعود من موقعه مساهم في بناء هذا الوطن وبالتالي عاد التعليم ينبغي أن يكون هم الكل سواء كان ولذلك رفعنا للشعار إياك يعود الناس كامل كلهم من موقعه يساهم في رفع مستوى التعليم والقضاء على الماء ياسم المعويقات اللي يرزحها بهذا التعليم طيب من أجل أن يكون قضية مجتمع في نظركم ما طبيعة يعني النقاشات التي تجرون في هذا الإطار اليوم هو اليوم الثاني من أيام المؤتمر ما أبرز ما ناقشتم بهذا الخصوص بالنسبة للمؤتمر كان أولا الهدف منه هو خلق ورشات هذه الورشات فيها ورشات نصوص اللي لا يتعود تنظم النقابة للفترة اللي قادمة ورشة أخرى للتحديات اللي منتظرة التربوية منها والنقابية وتحيين العريضة المطلبية المستقبلية اللي كانت عند مطروحة لدى النقابة والثانية الورشة الثالثة هي المصادر البشرية والموارد المالية هذا كان هو الورشات اللي قسمة إليها المؤتمرون بالنسبة للسؤال على النقاشنا على التعليم وقضية مجتمع هذه عدلنا عليها ندوة كبيرة احضرها ياسر من الساسة والمعنين بالأمر سواء كان من النظام وسواء كان من المعارضة وسواء كان مجتمع مدني والفاعلين وآباء معناها أنها كان نقاش حولها يقد يعود سبك يا غير مولي حقيقة اخترنا نعيده لدى المربين إياك يحسوا على النهم من شأنهم يسوى رغم الظروف اللي يعيشوا ورغم الأمور اللي بين الوسائل بين عنهم عليهم كلهم يساهم من منطلقه ومن موقعه إياك نحاول نعالجه ولا نتلافى وهذا التعليم اللي حقيقة عاد حقيقة في الحديث طيب هل قدمت أوراق تشخيصية لواقع التعليم لواقع المعلمين بهذا الشأن من أجل يعني تعميق النقاش خصوصا وأنكم نقابة يعني متخصصة طبعا فما بالنسبة للحاضرين كلهم دلوا في القضية وتكلم موقعه سواء ذو اللي جاي من الداخل خاصة اللي حققتني يعانوا أكثر نتيجة نظرة الوسائل التربوية ذيك الأمور اللي حققتني لابد للمدرس والله المعلم منها يأدي على أحسن وجه ذا الدور اللي المسند وكان حقيقة نقاش في هذا الإطاع وقطعنا كل حد مهلنا كلهم حسب وشي تنظروا قدم ذا كل اللي يقاد وما سي عنه يقاد يرفع من عجلة التعليم نحو الأفضل طيب هذا هو المؤتمر الخامس للنقابة وهي تحسب عمرها اليوم بربع قرن يعني ما أبرز ما حققتم يعني طيلة هذه الفترة بالشكل الملموس حقيقة حد يتابع النشاط النقابي في موريتاني وخاصة عمر النقاب الوطني المعلمين اللي تعتبر أنها أول نقابة في المستوى على المستوى الوطني أنها قرر تأسست 93 إلى حد الساعة اللي هي ربع قلن 25 سنة من العطاء وقطعا عنها من المعلم اللي يعرف حالة المعلم كان أنا ذاك ذا اللي ساهمت هي إنارة الرأي العام والرأي المتخصص والله الجهات الحكومية كان له يد في تحسين بعض الأمور اللي كان يرزح من بهالتعليم وسواء كان على التوزيع البشرية على الولايات وسواء كان حتى على العلوات اللي اللي عند التعليم حالا ما كانت حقيقة تخلق هكذا لو لا الحمد لله تدخل النقابات القائمين بالأمر وشرح الهياس من الأمور اللي قد يعود فايتها حقيقة به اللي حد في الميدان موكي حد ما في الميدان وهذا هو الشأن دائما القائمين على الشأن يقودوه من بعيد ياسر بن مقاع ما ينزل للواقع ولا اللي ينزله حقيقة اللي ينزله بمدة كانت بينات جدران معنا القائمين على الأمر اللي دائما يخرصوا مهلا المكاتب وذيك الأمور ما ينزلوا حتى إلى المعلم اللي يقوم بهذا معنا أنه فرض على صوته يوصل للقائمين عليه تخطي جميع الحواج والله جميع الأمور المفتشيات المديرات الإدارات الجهوية إلى أن يصل صوته القائمين عليه به اللي حق أن ذوك ما يوصل معاناة يوصل إلى ذاك اللي شافوا مهلا من المسائل الصالحة غير المسائل الخفية لا يوصل إلى النقابات اللي تحس ذاك الإحساس طيب في هذا الإطار ما أبرز الهداف التي رسمتم لدى تأسيس النقابة وما الذي تحقق منها وما الذي لا يزال عالقا في نظركم ذاك بعد ياسر مهلا حقيقة لا نقول لك بالنسبة لتأسيس النقابة كان عندها دائما شقعين هو أولا هو الرقيب التعليم به اللي لو للتعليم ما يعد عمال التعليم موجودين سواء على المستوى الكمي والكيفي اللي كانت الدولة تسعاله في وقت من اللوقات كانت النوع هو اللي مستخدم وكانت الوسائل اللي شبه ما هي خالقة حكما وفي ذاك الأوان يأسر من ذيك الوسائل اللي من خلال هاي قد يتمكن القائمة على التعليم اللي هو المعلم من تأدية بعض الواجبات اللي اللي عليه وحقيقة نقدم نقوله عنه التعليم في ذيك الآوين اللي تحقت في اللي تأسد فيها النقاب الوطني المعلمين خلق يأسر من التقدم في العطاء وفي المردودية وملي عاد مطروح لهم العناية شيئا ما بيلي كان المعلم يشي شارة شارة بليدة اللي عدل فيه امتحان يشرف على امتحان الدخول السنة ولا اعدادية ويمشي مزقنا هو وحده عنده شمل اوراق ولا معاحد ولا لا ماشي ووحده يجي للبليدة اللي عدل فيه امتحان ويعدل فيه امتحان بدون رعاية اتطور عاد ذا شأن عام ويا الله يعد عندهم من الاهمية اللي السلطات عاد تمشي فردين من الامن معاه بهاللي يقد يصادر كل شي يخلق له باطن لكن هل يعتبر تحقيق هذه الاهداف تم بفضل نضالكم وسعيكم وراء الاهداف التي رسمتم ام انه يعني جزء من استراتيجية السلطات المعنية وعملت على تطبيق لا هنقول لثنين بالنسبة الاستراتيجية التعليم عنده وحنا الله نعاونهم به ذاك الاختلالات اللي نشوف عنها يا الله عنها تعدل يسوص هما شافوها وكانوا جايينها من على بعد نحن نستعجل العمل عليها الى ان تزول بهاللي حد عايش مسألة موكية حد رعيفة من بعيد لابعا مهلا ما هو واحد ذاك رعيفة من بعيد وجاي تختلها وذا قال عادت عنده معناه انه من ما يتلفاء حالا حقيقة ما تجد ما تجد تصلح معناه انه فم جهود متضاعفة يقدي عود بالنسبة لي يقدي عود لثنين خالقين يا غير نعراح عن المالي النقاب الوطني المعلم كان لها كان لها الجهد وكان لها الدور الفعال في التعليم حقيقة ينشال من ذلك الامور التي اياها أنا ذلك وما زالت الى الان لحد سامن يقول عن جميع المتطلبات والاهداف التي كانت مشهودة عنها وحقات كاملها لكن بعد اخلق منها شي وما زال الكثير 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 طيب من هذا المنطلق هل من فرق بينكم وبين باقي النقابات الناشطة في مجال التعليم هي ايضا لها نفس الاهداف وتسعى الى تحقيقها ربما يكون فم فرق لان احنا نعتبر عننا النقاب الاولى اولا رأة النور فرق في تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد والعمل النقابي المستميط المثمر الفعال لان نقول لك عننا نحنا النقاب الوحيدة اللي تعدل مؤتمراتها صفة نظامية والنقاب الوحيدة اللي فات الى حد الساعة تعاقب على على امانتها العامة اكثر من 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 امين عام و وكذلك ايضا النقاب اللي شاركت على المستوى الدولي ومستوى الاقليمي مستوى باسم موريتانيا وباسم المعلم الموريتاني رب بعد منين خلقت الانفتاح شيئا ما على حرية التعبير والديمقراطية بدأت النقابات تنشى وهذي حقيقة قد نقول عنها ما فيها قاع مصلحة للتعليم خاصة به اللي تشل حركته به الخير الوحدة من التفرقة وهما كلهم يعمل لا شاكل نقوله عنك ما يشتغلوا غير بعض نقوله عنه ذا اللي وصلنا لحنا على اننا قدينا على قل في هذا ربع القرن عنا نعود ممثلين والله أكثر عضاء لامتداد الطراب الوطني هذا حقيقة بنضرة الوسائل وقلتها ونعيداها بعض الأحيان هذا نعتبر عنه شيء يذكر ويشكر طيب تحدثت عن سلبية التعدد النقابي هل من مساعي إلى محاولة توحيد الجسم النقابي التعليمي طبعا احنا في المؤتمرنا هذا نعمل على قضية الاستشراف الواقع واستشراف التعليم في حدود 2030 اللي يالله يعود يوصل لكل حد ويالله يعود نوعي شيئا ما قلنا عن وهذا قام هو التأسيس تعليه النقاب الوطني للمعلمين عنها نقابة اسلاك التعليم لأنها في بطرة من الفترات الأولى لتاريخ البلد كانت النقابة الوحيدة تمثل تعليم من ابتدائي إلى جامعي وخلقت هذه التعودية والله طفرة النقابات إلى أن عادة تعليم ما هو موجود بعدة نقابات ولهي قادة تجاب إذن هذا من استراتيجية اللي عندنا علنا التعليم نقوم به حسب وجهة نررنا أنه ينبغي أنه يكون يضم جميع القائمين على التعليم وعندنا استراتيجية في ذلك نحن نأمر الضرقات إياه في 2022 عندنا نصل إلى 666 من المؤتمرين ما يمثل هذا مناديم معناه المناديم يعد 566 هذا كل مندوب كل 50 معلم مندوب في هذا الحد نعوده تقريبا عدلنا انتساب يعد 15 ألف إذن هذا يعطي عود ونعمل أنه يكون حتى على المستوى البلدي والمستوى الجهوي عود في التمزيل للنقابة معناه أنه عندنا منسقين على مستوى البلدي منسقين على مستوى الجهوي وهذا إياك نرفقوه بذل منتظر عند الدولة اللي هو لا مركزية معناه التعليم زاد هوية لتشارك لا مركزيا ويحضر في بناء الوطن من كل نقطة موجودة فيها ويحضر ممل في البناء اللي اللي ما يشوت إذن مشاهدين الكرام نتوقف مع فاصل قصير يبقوه مانا موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد نواصل النقاش في جزء الثاني من هذه الحلقة من برامجكم المشهد حول موضوع التعليم بناء على المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للمعلمين المنظمي تحت شعار التعليم وقضية مجتمع مع ضيفنا محمد حضيه للسلم رئيس المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للمعلمين أهلا والسلم من جديد إذن المؤتمر لا تزال أعماله متواصلة ينتظر أن يختتم الأربعاء ما أبرز الخلاصات التي يرتقب أن يخرج بها هذا المؤتمر في اختتام من أن يتوقع أنه يخرج بتوصيات وانتخاب المكتب التنفيذي التي تسند إليه قيادة النقابة الوطنية للمعلمين والأمور التي تقوم عليها النقابة وتعمل لتحقيقها في مؤمريتها المنتقبة سيتم تحديد ذلك من خلال النقاشات التي تدور داخل المؤتمر طيلة هذه الأيام طيب انطلاق من ذلك ما أبرز يعني معالم الخطة التي طرحت خلال المؤتمر السابق وما الذي تحقق منها بالنسبة ل احنا رارك نختار وقعنا تكلم والله اللي بين يدينا حالا الا استشراف ذا المزال حقيقة التراكمات الماضية رقم مهلا قلة ذاك اللي وحقق منها والله ذا المزال منها ما وحق احنا ارسمنا عدلنا تصميم وهذا التصميم للعمل النقابي المقبل من عند بداية الوحدات القاعدية اللي هي هي منطلقة النقاب على المستوى المحلي وساط المعلمين الوحدات على مستوى المدارس والمكتب التنفيذي بين الوحدات اللي منتخبة وبين المكتب التنفيذي اللي منتخبة على مستوى اعلى بيناتهم العمل نقابي وهذا العمل النقابي يمكن منه تحقيق الأهداف التي يتعود مشاركة الناس كامل فيها مشاركة الناس كامل معلمين في أقسامهم معلمين في البلديات معلمين خاص معناها مدمجين في العملية معناها لا يعود فيهم منسقين بلديين البلدية كاملة عندها منسق ومع الوحدات المدرسية يشاركون يشاركوا بناء هذا الصرح وتحقيق هذه الهداف طيب لكن البناء عملية تكاملية وتراكمية منذ التأسيس وحتى الآن لو أردنا الحديث على شكل نقاط ما أبرز الخطة التي كان المكتب المرتقب أن ينصرف الآن يسعى إلى تحقيقها ما الذي تحقق منها وما أبرز أيضا النقاط المرتقب أن تشكل مرتكز مطلبي لدى النقابة خلال المرحلة القادمة شفت أولا المطلب الأسماء عند النقابة هي أن يكون المعلم في وضعية تمكنه عنه من أداء واجبه كما ينبقي بدون أن يعود فيهم عوائق في ذهنه والله عمله وأول مطلب الأول عندنا والأساسي ونحثه عليه دائما هو هاي الأسلاك هاي الأسلاك المقصد منها ما هو لا دراهم ما عدودة تدخل شيء بالمعلم بل استبقاء هذه النظرة والله هذه الناس اللي قلال عادت ما زالت في التعليم تخدم في التعليم به اللي التعليم ورك حالا النخبة والناس اللي عندها كفاءات معرفية عاز فقا عن تشارك مسابقات التعليم لماذا؟ لأنه ما عنده مرضودية وهلو الذي يشبره فيه إن قاله البطالة المقنعة إذن عنها ما تلقى تجيسوا وش لا يجيسوا يجيسوا السوق ولا الناس الثانية اللي ما يشبره تقاع حالي كنا تجيسوا والله الناس اللي عندها شهادات دنيا مهلا أستاذة ما هي عالية إليني إذن يعدوا لسلاك لا يستبقى الناس اللي عندها دكتوراه كيف في هذا العالم التعليم الأساسي فيه الناس حاملة جميع الشهادات وكلها عنده راتب يختص بذيك الأمور بشهاد شهادته وتكوينه وعندهم اللي يراتب آخرين قبل المردودية حد لا يعدل مردودية أكبر ويعطي للتعليم دفع أكثر هذا موكي واحد ما يعدل فيه شي ومن الناس هون تسابق لأنها تجبر ذلك المجتحاقات اللي على هذا الكامل وبالتالي اجتهادهم على ذلك يصلح التعليم حقيقة وثانية أخرى يعود عندهم تعود الوسائل الديدكتيكية موجودة الوسائل التربوية الأماكن وهون نقول عن خلق تحسن في الأماكن بعض المدارس يا خير بعضها الأخر ما زال ما زال يحتاج على أنه يكون مدرسة يعود مكان قاعد التلاميذ راقبين في جوه على أقل فيه ما فيه مراحيط فيه حتى قاعد نبات يزين وعود يطمئن التلميذ عنه جيه يرتاح فيه هذا مزال ما زال بيه قليل بعض المدارس في المدن يحاول أنه يخلق في شوي من هذا يا خير خالبية المدارس من تشرف الولايات تشرف الرياف هذه بعيد مده يجيه الطالب قال لا حكم أنه يجر على هداب نتيجة عنه الوالدين يحاولوا أنه يمشون شوى المدرس وفهم أنه لا يجي مع قران حقيقة يحتاج الجهود أكبر ويحتاج الياسر من بدل وعطاه حقيقة المدى هام هنا يتعدل مجتمع وضاهي مجتمعات الأخرى يجعل منه حقيقة مربط مؤخرا كانت لدى النقاب احتجاجات كثيرة أمام القصر الرئاسي وأمام بعض الوزارات وذهبت أبعد من ذلك إلى تقديم شكوى لدى المجلس العلالي الفتوى والمظالم أين وصلتم في تلك المعركة تلك المعركة هذا في اليوم الأول من المؤتمر هذا الملف اللي بين دي قدمت قدموا المكتب التنفيذي المنتهي صلاحيته إياك يواصل عمل مثل فيه ياسر المطالب فيه ياسر من الأمور اللي عمل المجلس المكتب التنفيذي السابق على تحقيقه وهو إيجاد حلوله لكن أكثرية المطالب لا زالت شائكة خاصة المالية منها لا زالت شائكاً ولا زالت مطلباً عند النقاب الوطني المعلمي به اللي ياسر المناء ماسر المعلمي اللي تم تعليقه بصيفة خطأ وبرر من طرف الدارة الولايات الحكام الولاة الوزارة بين التبرير الغياب ذا الرهي ولا خطأ ذا الموظف هو لا زال راتبه محتجز ولا فات ولا تم استرجاعه إلى حد الساعة لأن حده أعلق ولو خطأاً أنه ما يسترجع بقرار واخر للوزارة المالية هذا ورجئنا لمحكمة الموالم وقررون في واحدة من وثائق ذا المرجع أعلن ذا اللي معدلنا عنه ظلم معناه هاش نحن ندور لا يرفع عنه ظلم اللي بقان من الناس اللي نلقاه اللي رئيس الجمهورية يكن بلقوله ذا اللي ندوره ونبلقوله ذا اللي يعاني منه التعليم التقيتم وزراء القطاعات المعلومية التقينا وزراء ونافذين وامتنع آخرون من لقائنا لكن لا مازلنا بعض مصمين على ذا كامت ومنطالبه التقيتم أيضاً بعض رؤساء الأحزاب السياسية ودار نقاش بشأن تسييس العمل النقابي التعليمي كيف ذلك ذاك في مرحلة نحن قلنا عنا مين نقبضنا ذا الشعار اللي نقال له التعليم قضية مجتمع تم الاتصال بسياسيين سواصة بمنين سياسيين في الحزب الحاكم وسياسيين في المعارضة وسياسيين بين ذلك وذلك وقادة رأي وقادة منظمات المجتمع مدني إياك يحسوا عن التعليم قضية المجتمع ما هي قضية حزب حاكم ولا هي قضية معارضة ولا هي قضية مدى خرجعة ما هي معارضة ولا هي حاكمة معناها أن التعليم قضية مجتمع وتوف وبالتالي يا الله المجتمع يحس بيها وإحنا نقدم نحسوها لا من خلال هذا لا يرفض صوتنا ولا يرفض الشعارة لا الناس اللي قد ترفضوا ما قد نعيطوه بالمدى ما أخبار من الشيء معناها المجتمع كامل معني بالتعليم وبالتالي حركنا ذي الآلية ومشينا بأوساط هاي الشيهات كاملها فيها اللي استمع عنها وفيها اللي أوصد بابه وفيها معناها أن لازلنا بعد مواصلنا ذاك التحسيس وذاك العمل على التعليم ينبغي ويجب أن يكون قضية مجتمع باللي حقيقة من دون التعليم ما يمكن لأي مجتمع أن يزدهر ولا أي تنمية أن تتحقق لا بد به لهذا هم البنات هذه الأجيال الجاية الصاعدة هي الله التي تعود عاقبة الصرحية لها الشأن هذا يفترض أن يكون أيضا عملا تكامليا بينكم وبين الجهات الرسمية المعنية وبين حتى جهات أخرى هنا السؤال يعني ما طبيعة ومستوى تعاطي الجهات الرسمية المعنية بالتعليم معكم كنقابات شفت بالنسبة تعاطي الوزارة لحقبة والله الفترة لأربع سنوات كان في عهد الوزير السابق هذه النقابة مبصودة أمامها الأبواب ما هي ملقية مع أنها تعدل الندوات للتعليم في صالح التعليم تعدل الخرجات تعدل المنشورات تعدل هذا في صالح التعليم يا غير ما جبرت آذان صاغية في الفات الحالي في مجيء الوزيرة الحالية قالت عنها فاتحة أبوابها وتختار تجبر النقابات وجبرت لقاء أول جميع النقابات وطلبنا لحنا بخصوصا نقاب لطن المعلمين عن تختار تجبر معاها لنفرات وتقولها جميع الأمور العالقة اللي أدرى نحن بها من غيرنا من اللقابات الأخرى قالت عن بابها مفتوح وإحنا قدمنا لها رسالة اللي لدركات إياها شهر والله قاعدت لكتل شهرين إحنا تالبينها ولحد الساعة ما فات بعد ما فات تحقق ذلك اللقاب التوفيق إذن إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم والمشهد باسمكم جميعا نشكر ضيفنا محمد يحظيه للسالم رئيس المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للمعلمين شكرا لكم وأنتم أيضا مشاهدنا الكرام على المتابعة إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج المشهد لكم تحيانا جميعا السلام عليكم شكرا ترجمة نانسي قنقر